في القدس مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها فقلت لنفسي ربما هي نعمة فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دورها وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر ولا كل الغياب يضيرها فإن شرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمأمون عليها سرورها متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها في القدس بائع خضرة من جوجيا باريمون بزوجته يفكر في قضاء جازة أو في طلاء البيت في القدس توراة وكهل جاء من منهاتنا العليا يفقه فتية البولوني في أحكامها في القدس شرطي من الأحباش يغلق شارعا في السوق رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين قبعة تحيي حائط المبكى وسياح من الإفرنجي شقر لا يرون القدس إطلاقا تراهم يأخذون لبعضهم صورا مع امرأة تبيع الفجل في الساحات طول اليوم في القدس دب الجند منتعلين فوق الغين في القدس صلينا على الأسفلت في القدس من في القدس إلا أنت وتلفت التاريخ لمتبسما أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ ها هم أمامك متن نص أنت حاشية عليه وهامشا حسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقعها السميلة لكي ترى فيها هواك في القدس كل فتنسواك وهي الغزالة في المدى حكم الزمان ببينها ما زلت تركض إثرها مذودعتك بعينها رفقا رفقا بنفسك ساعة إني أراك وهنت في القدس من في القدس إلا أنت؟ يا كاتب التاريخ مهلا فالمدينة دهرها دهراني دهر أجنبي مطمئن لا يغير خطوه وكأنه يمشي خلال النوم وهناك دهر كامن متلثم يمشي بلا صوت حذار القوم والقدس تعرف نفسها اسأل هناك الخلق يدللك الجميع فكل شيء في المدينة ذو لسان حين تسأله يبين في القدس يزداد الهلال تقوسا مثل الجميل حبا على أشباهه فوق القباب تطورت ما بينهم عبر السنين علاقة الأبي بالبني في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن في القدس تعريف الجمال مثمن الأضلاع أزرق فوقه يا دام عزك قبة ذهبية تبدو برأيه مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء ملخصا فيها تدللها وتدنيها توزعها كأكياس المعونة في الحصار لمستحقيها إذا ما أمة من بعد خطبة جمعة مدت بأيديها وفي القدس السماء تفرقت في الناس تحمينا ونحميها ونحملها على أكتافنا حملا إذا جارت على أقمارها الأزمان في القدس أعمدة الرخام الداكنات كأن تعريق الرخام دخان ونوافذ تعل المساجد والكنائس أمسكت بيد الصباح تريه كيف النقش بالألوان وهو يقول لا بل هكذا فتقول لا بل هكذا حتى إذا طال الخلاف تقاسم فالصبح حر خارج العتبات لكن إن أراد دخولها فعليه أن يرضى بحكم نوافذ الرحمة في القدس مدرسة لمملوك أتى مما وراء النهر باعوه بسوق نخاسة في أصفهان لتاجر من أهل بغداد أتى حلبا فخاف أميرها من زرقة في عينه اليسرى فأعطاه لقافلة أتت مصرا فأصبح بعد بضع سنين غلاب المغول وصاحب السلطان في القدس رائحة تلخص بابلا والهند في دكان عطال بخان الزيت والله رائحة لها لغة ستفهمها إذا أصبيت وتقول لي إذ يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع علي لا تحفل بهم وتفوح من بعد انحسار الغاز وهي تقول لي أرأيت في القدس يرتاح التناقض والعجائب ليس ينكرها العباد كأنها قطع القماش يقلبون قديمها وجديدها والمعجزات هناك تلمس باليدين في القدس لو صافحت شيخا أو لمست بناية لوجدت منقوشا على كفيك نص قصيدة يبنى الكرام أو اثنتين في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو ريح طفولة فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين في القدس تنتظم القبور كأنهن سطور تاريخ المدينة والكتاب ترابها الكل مر من هنا فالقدس تقبل من أتاها كافرا أو مؤمنا أمر بها وقرأ على شواهدها بكل لغات أهل الأرض فيها الزنج والإفرنج والقفجاق والسقلاب والمشناق والتتار والأتراك أهل الله والهلاك والفقراء والملاك والفجار والنساك فيها كل من وطئ الثراب كانوا الهوامش في الكتاب فأصبحوا نص المدينة قبلنا يا كاتب التاريخ ماذا جد فاستثنيتنا يا شيخ فلتعن الكتابة والقراءة مرة أخرى راك الحمد العين تغمض ثم تنظر سائق السيارة الصفراء مال بنا شمالا نائيا عن بابها والقدس صارت خلفنا والعين تبصرها بمرئات اليمين تغيرت ألوانها في الشمس من قبل الغياب إذ فاجأتني بسمة لم أدري كيف تسللت للوجه قالت لي وقد أمعنت ما أمعنت يا أيها الباكي وراء السور أحمق أنت أجننت لا تبكي عينك أيها المنسي من متن الكتاب لا تبكي عينك أيها العربي واعلم أنه في القدس من في القدس لكن لا أرى في القدس إلا أنت